يعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتصريحات حول التقارب مع حكومة ميليشيا أسد ويرجع السوريون في بلاده إلى الواجهة مجددا ويزداد حجم المخاوف وعدم الاستقرار المرافق لهم في الفترة الأخيرة تأكيد صريح من أردوغان على أن المساعي الحثيثة لإعادة تطبيع مع حكومة ميليشيا أسد لا تسير بمعزل عن الدفع بملف إعادة السوريين إلى بلادهم وفق ما تسمى العودة الطوعية مشيرا إلى أن الاتصالة التي تجريها بلاده مع دمشق وموسكو تؤتي ثمارها وسيزداد بالتزامن معها عدد العائدين إلى المناطق التي طهرتها قواته من الإرهاب على حد تعبيره وحول عدد السوريين العائدين من تركيا أوضح أردوغان أن نصف مليون شخص غادروا الأراضي التركية نحو الأماكن التي اعتبر أن أنقرة حولتها لمناطق أمينة معرجا بحديثه صوب المهاجرين باتجاه أوروبا عن طريق البحر حيث أشار إلى أن تركيا أنقذت أكثر من عشرين ألفا منهم في بحر إيجا بإطار واجبها الإنساني التصريحات الجديدة والتأكيد على السير أو الجري نحو طي صفحة القطيعة مع بشار أسد وميليشيته تحت المظلة روسية تأتي وسط تزايد الأنباء عن موعد اللقاء المحتمل بين وزير خارجية أنقرة مولو تشاويش أوغلو مع نظيره بحكومة ميليشي أسد فيصل المقداد في موسكو خلال الأيام القليلة المقبلة ودعوة وزير الدفاع خلوص أكار فصائل الجيش الوطني إلى ما اسماه التصرف بحكمة وعدم نسيانه الحديث عن السوريين وإرجاعهم أمور يرى محلل بأنها تترك الأبواب مشرعة على وطيرة ترحيل أشد وأكبر مما هي عليه في الوقت الراهن